وينضم إلينا من صور في جنوب لبنان مرسلة الغد حنان عيسى ومن البقاع محمد فاضل موفد الغد أبدأ معك حنان وآخر التطورات الميدانية إعطيك في الساعة الأخيرة حسن عدد من الغارات استهدف قرى وبلدات في قضاء النبطي نذكر منها جبشيت ودير الزهراني والقصيبي وأيضا زفتة سبق ذلك أيضا غارات استهدفت زوتر الشرقية وزوتر الغربية إضافة إلى غارات استهدفت عدة مناطق خلال هذا النهار وبالتحديد في القطاع الشرقي حيث شهدت هناك عدد من البلدات غارات حربية وأيضا قصف مدفعي وبالتحديد على بلدات القرى الحدودية التي تشهد مواجهات ما بين عناصر حزب الله وإسرائيل الذي يحاول الدخول من عدة محاور في تلك المنطقة واليوم كانت الاشتباكات تدور في بلدة رب 30 الشرق رب 30 تعرض لدخول محاولة تسلل للجيش الإسرائيلي وتصدى له عناصر من حزب الله هذه البلدة تعرضت أيضا لقصف مدفعي وأيضا غارات حربية إضافة إلى عدد من البلدات على مجرى نهر الليطاني إذن الغارات ما زالت مستمرة على عدد من البلدات والقرى الجنوبية حتى هذه الساعة إشارة أيضا حسن بأن هناك تحديث من قبل وزارة الصحة لعدد الشهداء الذين سقطوا خلال الأسبوع الماضية 2350 شهيد بحسب وزارة الصحة وأكثر من 10900 جريح خلال الأسبوع الماضية خلال التصعيد الذي شهدته محافظة أو قرى الجنوب بشكل عام وأيضا والذي انسحب على مناطق عدة من لبنان وبالتحديد في الضاحية الجنوبية لبيروت في بعلبك وأيضا في مناطق أخرى من لبنان استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي ربما كان أخرها في الشمال يوم غد عندما استهدف طيران الحربي مبنى سكني يضم عدد من النازحين الذين تركوا بلدة عيتارون بالتحديد في الجنوب وهي البلدة الحدودية واتجهوا شمالا لكن القصف الإسرائيلي أو الغارات الحربية لاحقت تلك العائلة وعدد من النازحين إلى تلك المنطقة وأدى ذلك إلى سقوط أكثر من 20 الشهيد بحسب وزارة الصحة أيضا إذن أعداد الشهداء بتزايد جراء هذه الغارات المستمرة على معظم البلدات الجنوبية وأيضا في مختلف المناطق اللبنانية وأيضا عند الجبهة الجنوبية ما زالت المواجهات مستمرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم من أكثر من محور اليوم كان يحاول من التقدم أو الاشتباكات حصلت عند بلدات لعديسي كفاركيلا وأيضا رب 30 إضافة إلى مواجهات شهدتها بلدة كفرشوبة وأيضا بلدة شبعة كفرشوبة تعرضت لغارات حربية وأيضا بلدة شبعة كان هناك سلسلة من الغارات والقصف المدفعي عليها وأيضا بحسب المعلومات بأن الجيش الإسرائيلي حاول التقدم من تلك المنطقة باتجاه بركة النقار التي استهدفها العناصر من حزب الله استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة في محاولة لمنع دخوله أو التصديله إضافة حسن إلى ما يجري في عيت الشعب ومحاولات الدخول من تلك المنطقة وكان حزب الله قد أصدر البيان الأخير والذي تحدث عن استهداف جرافة ودبابة وثلاث جرافات في بلدة رامية حيث تدور الاشتباكات ويحاول الجيش الإسرائيلي التسلل إلى تلك المناطق وعناصر حزب الله بالتأكيد يحاولون التصدي ويقومون بالتصدي من خلال صليات صاروخية موجهة لعناصر الجيش الإسرائيلي الذين يحاولون دخول أرجو أن تبقى معنا حنان عيسى مراسلة الغد من مدينة صور في الجنوب اللبناني ومن البقاع إلى محمد فاضل والتعرف على آخر التطورات الميدانية لديه إليك محمد تفضل حسن البقاع كانت ربما اليوم أيضا مسرح لعدد من الغارات الإسرائيلية التي قصفت عدد من المناطق داخل البقاع وبالتحديد كانت هناك قصف طيران إسرائيلي على منطقة التورس وعلي النهري والكرك وأيضا في محيط بعلبك إضافة إلى الرياق في الرياق كانت هناك مجزرة حيث قصف مبنى مكون من ثلاثة طوابق وأدى هذا القصف إلى استشهاد أربعة وأيضا جرح 20 شخص قبل قليل انتشرت فرق الإنقاذ هنا طفلا كان تحت الإنقاذ لكن طبعا انتشرته كان حيا لم يستشهد خلال هذا القصف ووقي حوالي أكثر من أربعة إلى خمس ساعات تحت الركام الآن أسمع أيضا ما تزال حتى اللحظة فرق الإسعاف والدفاع المدني تحاول إخماد النيران في عمليات القصف التي قم بها الجيش الإسرائيلي أيضا كان لنا جولة في بعض المناطق التي قصفت فجرة اليوم في محيط بعلبك وأيضا في العسيرة والهرمل وبعض المناطق الأخرى إضافة إلى خروج مستشفى المرتضى عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال محيط هذه المستشفى والذي أنتج أضرار في الأجزاء الطبية والبنى التحتية وأيضا كان هناك ربما جرح أثنان من الطواقم الطبية الأعداد حسن بالنسبة لمناطق البقاع أو لمنطقة البقاع الآن الأعداد هناك 379 شهيد 880 جريح و878 غارة تم شنها على البقاع ما زلنا نسمع طبعا حتى الآن صوت المسيارات فوقنا نسمعها بوضوح وربما يعني الليلة أيضا قد نشهد بعض القصف الذي يعني بدأ ينشط ليلا هنا في مناطق البقاع القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق سكنية وحتى بيو السكنية هناك الكثير من البيوت السكنية التي شاهدناها اليوم كانت مستهدفة إضافة إلى مقبرة مسيحية أيضا تم قصف محيطها وبالتالي تهدمت أكثر القبور في تلك المقبرة إضافة إلى بعض المباني السكنية التي سويت بالأرض وأنتج القصف ربما حفرا كبيرة نتيجة الصواريخ التي طلقها الطائرات السرائيلية هنا على مناطق البقاع شكرا جزيلا لك محمد فاضل موفد الغد كنت معنا من البقاع والشكر موصول إلى حنان عيسى مرأسلة الغد كنت معنا منصور في جنوبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر